مباراة مؤثرة مش بس في حسم لقب الكاس كابتن حشيش لكن فيما بعد لانه يعني اعتقد انه اي هزة بتحصل في مواطشة اهلي وزمالك لأي فريق بتأثر بشكل ما على الفريق الخسران فيما بعد يعني نتمنى ان يكون الزمالك طبعا بص يا محمد انا انا هجاوب على السؤال اللي انت سألت لكابتن مهر 5050 انا بالنسبالي في اي مباراة بين اهلي وزمالك كانت كاس دوري 5050 وغض النظر عن ظروف الفرقتين قبل او اهمية الماتش او ماتش عادي هي 5050 المباراة القادمة بتاعت بكرة مباراة مهمة جدا جدا للعيبة دي يعني هي طبعا مهمة طبعا النادي الاهلي وكل حاجة بس مهمة لعيبة النادي الاهلي لان الجماهير زعلانة من اللعيبة زعلانة من اللعيبة مش عشان النتائج زعلانة من اللعيبة على الاداء لا بس سيبك كمان من زعل الجماهير كابتن حشيش يعني بعد ماتش فيلمت ده وكأن في حاملة معجهة استهدفت كتير من اسماء لعيبة النادي الاهلي الكبار شدناوي معلول السلية بالاسم كده. طبع فيه ناس بتستغل دايما الظروف دي. ما هو دايما أعداء النادي الأهلي هيحاربك في المواقف اللي زيدي. المواقف اللي بالنادي الأهلي بيخصر فيها. النادي الأهلي بيحصل. الرياضة يعني اللي أنا عرفه أو فكريتي أن فاش حداوة. فيها منافسة. والمنافسة لازم تبقى في إطار منافسة شريفة. للأسف. عشان نكون عمليين ما بقتش كده دلوقتي. على السوشيال ميديا. لأن السوشيال ميديا دي ما لهاش رابط ولا كنترول في أي حاجة. الولد الصغير بيكتب الجاهل مش عارب بيعمل. يعني نوعيات كثيرة جدا ما تقدرش تثبت.